خذ سائل يقول في بلدنا بعض المتوردية ينقلون عن شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه شرح حديث النزول أنه يشبه صوت الله عند جلوسه على الكرسي بصوت الرحل الجديد يقول هل هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح ولا فهمه العرش يأط له صوت إذا استوى عليه الرحمن صار له صوت يأط من عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله يصير للصوت ما هو العطيط من الله بل العطيط من العرش الكرسي نعم